طيب خلينا نضع رشدة ختمية كي نقول فيها إذا ما أردنا أن نخلق بيئة ثقافية طرقة إلى مرتبة الستينات اللي أنا بتتفق معاك فيها في قيمة الثقافة وقتها علينا أن نفعل واحد اثنين ثلاثة نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ نعمل أولاً يبقى فيه ميزانية أخرى لوزار الثقافة يعني أنا مش عايزة أدخل في متاهة الأرقام إنه ما بقى فيه ميزانية أخرى لوزار الثقافة ويبقى فيه دور أكثر اتساعاً لوزار الثقافة وإنها أيضاً تعمل بالتنسيق مع الوزارات الأخرى اللي شغال على العقل المصري زي التربية والتعليم زي التعليم العالي يعني يعني وأن تعود وزارة الإعلام مرة تانية ويبقى ضمن هذه المنظومة أنت تطالب بعودة وزارة الإعلام أنا أطالب بعودة وزارة الإعلام ومصر في أمس الحاجة لعودة وزارة الإعلام لأنه قيادتنا للأمة العربية في ستينيات القرن الماضي الإعلام لعب دوراً أساسياً فيها دور مهم جداً 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 فيها كان مهم أوي والتلفزيون لما نشأ والراديو لما توسع لعب دور أساسي في أنه يكتذب لينا أنا شفت في حدود العراق مع إيران عراقيين يتكلمون الفارسية ومع ذلك الراديو المصري الراديو المصري يكتذبهم إلى مصر رغم منهم اللي يعرفون العربية لكن الراديو المصري بما فيه يكتذبهم إلى مصر وهل ما زالت تأثير المصري موجوداً حتى هذه اللحظة أم قل هذا التأثير؟ هو تراجع شوية إنما ممكن أن يعود وأن يعود بقوة وأقوى من الأول لأن فيه وسائل لم تكن موجودة زمان زي الإنترنت وزي الفضاء الإلكتروني وزي يعني فيه حاجات كثيرة جداً لم تكن يعني إحنا الستينات المتكلم عنها دي كتورقية صحيح كتورقية ولم تزد عن الورق إطلاقاً لكن الآن فيه وسائل أخرى كثيرة جداً يمكن أن تلعب دور أساسي في استعادة دور مصر الحضاري وانا مش عادة أقول الثقافي فقط الحضاري في الوطن العربي والعالم الإسلامي والعالم الثالث والعالم الثالث دي المجالات اللي كنا بنعمل فيها وكننا بنشتغل فيها الوطن العربي العالم الإسلامي العالم الثالث بإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ترجمة نانسي قنقر